لا سلاح خارج سلطة الدولة ولا أمنى واستقرار إلا بمكافحة الفساد على جميع المستويات خريطة طريق واضحة المعالم رسمها المرجع الديني الأعلى علي السستاني خلال استقباله الممثل الأممي لدى العراق محمد الحسن حديث السستاني الذي جاء في بيان نشر على موقعه الرسمي شخص جملة تحديات تواجهها البلاد في الوقت الراهن واضعا الخطوط العامة للحلول الناجعة الواجب اتباعها لمواجهة تلك التحديات بهدف تحقيق مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار من جهته أكد ممثل البعثة الأممية محمد الحسن الاتفاق مع المرجعية الدينية على العمل المشترك لتعزيز مكانة العراق وأمنه ورفضها المساس بمقام المرجعية الدينية واتفقت مع سماحة آية الله العظمى السيد علي السستاني على العمل المشترك نحو تعزيز مكانة العراق الإقليمية والدولية كعضو مؤسس للأمم المتحدة نحن في الأمم المتحدة نرفض رفضا قاطعا أي مساس بمكانة المرجعية وأي تهديد للمرجعية لما تحمله من رمزية واحترام في هذا البلد والعالم بيانه مكتب السيد السستاني الذي صدر حاملا كلاما شديدا الوضوح غير قابل للتأويل أكد على أن مواجهة التحديات الراهنة لا تتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلاد اعتمادا على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنم مواقع المسئولية ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها وهي رسالة صريحة مواجهة إلى الطبق السياسي لتحمل مسئوليتها في الحفاظ على استقلالية القرار العراقي كما شدد السستاني على ضرورة تحكيم سلطة القانون بوصفها الأساس للدولة المدنية التي يخضع الجامع فيها للقانون دون تمييز شكرا